اهلا بحضراتكم بعد الفاصل قلت لي ان انت كابتن صالح قاعد معاك وقالك اطلع على النادي الاهلي بعد صلاة الظهر انا بفكرك بس عشان ناني اي اي صح اول واحد قبلك في النادي الاهلي وانت جاي انت خلاص اعتبرت نفسك بقى ضمن الفريق الاول وانت ضمن الاستمرات انا سمع انت كنت جاي بشنط من اسكندرية عشان تحمل فيها وكلام بكله ايه اللي النادي الاهلي ادهو لك لا هو بص هم كانوا عارفين التكلمه معايا انا طبعا قدام كابتن صالح ماداش اتكلم عن شيء خالص اما طبعا اه فكانوا مكلمين معيا كان النادي الى زمالك في التوقيت دوت كان هيديني عشرين الف جنيه كويس وعشرين الف جنيه كان مبلغ ساعي ده طبعا سنة اربعة و اثمانين فالماسؤولين في النادي الاهلي او اللي كان معهم الكلام في الاول قالوا لي النادي الاهلي هيدينك المبلغ ده هيدينك المبلغ ده مم وخدت ال٢تين الف جنيه ساعتها أنا كنت عايز أتكلم في الموضوع بس ما قدرتش ساعت ما وقعت على السامرات لأن أنا كان عندي إيه اللي دول ناد القروم؟ إيه اللي دول ناد القروم؟ إيه 40 يا 25 ألف جنيه وماتش؟ لا ما كانش فيه ماتش ما كانش فيه ماتش يا 40 ألف جنيه يا 25 ألف جنيه نعم أنا المبلغ ده ما قدرتش أتكلم فيه خالص بعد كده طبعا غير لما تم فتح باب الاحتراف لا ما قبل ما نبدأ ما نتكلم عن الاحتراف الوقت إنت جيت خلاص وماضيت على السامرات بدأت 80 أمتى؟ بعد ما مضيت قلت لهم بس هاخد يوم أو يومين في اسكندرية خلاص حكتي واجيب حكتي عشان هقعد بقى في القاهرة فقالواي طيب إنت هتقعد فيه الشقة مع كابتن أحمد شوبير كابتن ربيع ياسين وكان فيه الكابتن تيسير بادر أيوة فقلت لهم ماشي قريب الأقليم أيوة اللي في العمارة داي مخيش معاكم متحة رمضان؟ لا متحة كان في الدور اللي تحت أب شق الواحد كان محد تاني متهيالي مع رضا الخطيب أو أو أحمد ناجي تقريب أو ناجي؟ لا أنا ما حضرتش ناجي لأنني ناجي بعبته ضده هو كان في الترسان يبقى رضا الخطيب عشان هو اللي كان بيحكي لنا على رضا الخطيب في حاجات كتيرة آآ آآ الأكل وفتاعه خبي حاجات طيب خلصنا من الجزء دوت وسافرت اسكندرية ورجعت جبت حاجتي قالولي هتروح الشقة معه قابلني مين بقى؟ آآ كابتن أحمد شوبر هو اللي خدني من المحطة لحد موصلني كان للعمارات في المانيال لو حدك تفتكر عند عاد العزيز آآ عند كابتن عاد العزيز كابتن مصر آآ طبعا فالمهم طلعنا البداية حلوة مفيش نور مفيش كهرباء ودك الواكر بقى بالضبط وبعدين دخلني آآ جاب شامعة آآ وراح مولاحة وقال لي حنزل يا جيب إيه؟ عشا واجي كويس فانا عشا يعني إيه لما يعني جاي من الكروم ورجل هداف دوري ورجل هداف دوري وجاي على النادي الالي ووحمد شوبر آآ لقيته زي ما يكون داخل يزور واحد مسجون جايب لي عيش حلاوة آآ جبنا بيضة وزاتون كمان ماجيب لكش مخلل بصد كده أنا مكزوب بقول حاجة آآ وبعدين قال لي بص أنا يعني ساعة وحرجع لك كويس عادت ساعة طبعا أنا خايف وقعد لوحدي لككابتن ربيع موجود ولا تيسير بدا والموجود ما فيش حد غيري ما فيش حد غيري ما أصلا ده كان بين الموسمين أيو 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 وما كان رسا النادي الالي حيبتدي تاني يوم أو بعديها بيومين لفترة الإعداد آآ فالمهم فضلت لحد الساعة مثلا مثلا الفجر كده مش عارف أنام أو اتنين وشوي وما فيش نور مش عارف أنام وما فيش نور خالص آآ حتى اليوم أصلا ما دفعوش للفترة بتاع الكهرباء مين اللي ما دفعش وأنا ما عرفش بقى مين اللي ما دفعش أنا ما عنديش فكرة طيب بس المهم ساعتها حتى قبل الفجر بشوية سمعت إيه خروشة كده وبعدين أقولي أنا هارسه ده يا نقصة فبص كده مش لاقي حاجة لا أنت ما بتخيبش أنا عارف كده أنا مرعوب جدا لا أنت أنا بتخيب جدا أنا عارف فمش عارف أنام وأقوم أبص كده مش عايز أقوم من على السريل وأقوم أبص كده لا برضو الخروشة دي شغال فالمهم روح تواخد نفسي وطالع على كان فيه قطر زماني اسمه قطر الصحافة أي بقوم الفجر ده أيوة تعال الجرايد أيوة بالصبط ده وكان كل الشباب يكون مفتوح بحري فروح تواخد القطر ورجعت على اسكندرية من غير ما تقول لحد خالص ما فيش حد جي أصلاً كابتن ربيعك كان في بانيسويف والشوبيير اللي قالك ساعة ما جيش شوبيير ساعة ما جيش عاملها معايا بعد كده كتير جداً كمان دلحد دلوقتي ما جيش لسا ما جيش بس المهم روحت الوالدي قال لي ايه في ايه فلتقول له حصل كذا 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 قال لي طب تعال روحنا عالنادي قاعد مع كمال بي حافز قال له الموضوع قال له لا ازاي مين يا طب ما يقلناش ليه طب ما استناشر تاني يوم ليه فقال له ده اللي حصل حجزولي فندق قدام النادي لمدة تقريباً ثلاث شهور وبعد كده جابولي شقة اه حبيبك هقول اه صح ايوب بس بعد كده جابولي شقة في المانيا الإيجار عادت فيها انا وشوبير نعم لمدة سنتين تاريون وثلاثين بس جيكة البداية نعم